نهاردة الأهلي تعادل سلبياً مع إسران كامباني الذي يصارع الهبوط في الدولة الممتازة هذا الموسم دايماً الفريق اللي عمل نتيجة إيجابية حب أبدأ بيه فإسر النهاردة عمل مباراة محترمة قدام النادي الأهلي عمل مباراة كبيرة جداً نفائياً وكان له بعض اللمحات الهجومية بس قدر يأخذ من المباراة اللي هو عايزه وهو الخروج بتعادل أو بنتيجة إيجابية دون هزيمة من النادي الأهلي فتحية لإسران كامباني تحية للكابتن علاء عبدالعيل اللي عامل موسم أو فترة كبيرة في الموسم فترة جيدة في محاولة لإنقاذ فريق إسران من الهبوط أو من صراع الهبوط فتحية أولاً لإسران كامباني أما النادي الأهلي في ألف علامة استفهام النهاردة وقفت عند نقطة في منتهى الأهمية وركز معايا فيها هكلمك على اللي حصل في المباراة وهكلمك على أداء النادي الأهلي وهكلمك على أداء اللاعبين اللي فيه منهم كويس ومبشر من الشباب وفيه لعبين واضح جداً واضح جداً زي ما سمي كيسوني ده ما ينفعش مع كامل الاحترام يعني وأنا يسف إنها قلت ده بس أقصد إنه واضح إنه يعني أقل بكتير من النادي الأهلي بصراح أقل من الأهلي والزمالك وبرامز وفيوتشار وأقل من الفرق اللي ممكن يبقى عندها عناصر كويسة أقل بكتير بصراحة شديدة يعني ولو كان الراجل سوارش عنده يعني عايز يشوفه زي ما احنا قلنا لحالاتكم قبل كده اللي هو لسه عنده أمل فيه فلا هو مفهوش أمل لعيب واضح لا أساسي جيد ولا كلاعب بديل جيد مثلاً ده على بس أقصد بس أقصد بس أقصد نجي كتير على اللاعبين أنا قفت عند نقطة إنه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة ريكاردو سوارش عمل مقارنة بين أرقام النادي الأهلي قبل ما ييجي وأرقام النادي الأهلي لما جيه عشان يدلل إنه الأهلي ماشي معاه بشكل أفضل من زي قبل وهنا وهنا بدأت أحط خطوب تحت ريكاردو سوارش أنا من الناس اللي كل شوية بصبرته وبدأ عن فكرة إنه الراجل ماشتغلش في الظروف طبعية عشان نقدر نحكم عليه بس دي خلتني زي بيقولوا كده إيه أحط علامة ليه؟ أولاً أنت محتاج تركز جداً جداً في نفسك وفي فريقك دلوقتي يعني ما ترميش على اللي قابلك على فكرة إحنا ممكن نطلع نقول إنه مسيماني تسبب وعمل ومش أحنا نقول إنت ما تعملش كده على فكرة ده في الأهلي وغيره المدرب اللي ييجي يحمل اللي قابله أو يقول إنه نحسن من اللي قابلي بأي طريقة إن كانت بأي طريقة إن كانت ده مدرب ببدأ أتحفظ عليه ببدأ أقول إنه مش مدرب عنده شخصية كبيرة عشان برضو يبقى الكلام سهل تطلع تعمل مقارنة؟ لأ غلط ركز في فريقك وإنت أصلاً جاي عشان تعدل من حال الفريق وإحقاك لنا الحق في حال الفريق دلوقتي أقل من زي قبل مع موسيماني على مستوى الأداء وعلى مستوى النتائج رغم كل الظروف اللي إحنا متأكدين وعارفينها ونقررها إنه الأهل يتعرض لظروف صعبة جداً لإصابات اللاعبين لغيابات اللاعبين لضغط مؤبريات للاعبين تم إرحتهم إجباراً لتفاصيل كثيرة كثيرة جداً بس كل ده ما يمنعش إنك تعمل أداء أفضل من كده فاسورش النهاردة صيغة الكلام إن أنا اللي بتحمل وأنا موافق إن أنا تحمل عشان خاطر اللاعبين والإعلام بيتكلم عني بس أنا عايز أحترام ما أقول لأ أنت مدرب النادي الأهلي افهم إن أنت مدرب نادي كبير دي نقطة في منتهى الأهمية